مناظر حيوية خلابة ارتسمت على الأراضي الصينية خلال الفترة الماضية فبينما بعضها مكسوم بالجليد هناك مساحات شاسعة أخرى تحولت إلى لوحات فنية فائقة الجمال عطلة عيد الربيع أو الأسبوع الذهبي كما يطلق عليه فرصة ذهبية للسياح حيث يتمتع الصينيون بعطلة تشمل احتفالات وأقان شعبية واستعراضات في الأزياء فيما تتزين الأماكن العامة بالأعلاب والزهور مدينة شاوشينغ التي تقع شرق الصين اجتذبت الكثير من السياح هذا ما يؤكده أحدهم إن هذه تجربة جديدة للسنة الصينية وهي أقرب إلى الطبيعة يمكن الحصول على مسيد من الوقت للبقاء مع عائلتي والاستمتاع الكامل بأنفسنا ورغبة في الاستمتاع بالأجواء الرائعة توافد عدد كبير من السياح على المواقع التي تضم مناظر طبيعية في جميع أنحاء الصين ما أدى إلى زيادة العدد التراكمي للسياح الذين استقبلتهم مدينة دون هوانج وحدها بنسبة تجاوزت 122% الطقس هنا بارد حقا هذه الأيام لكن الأمر يستحق رؤية المناظر الطبيعية فالمشهد هنا مختلف تماما في الصيف والشتاء المدن الصينية تشهد هذه الأيام توافد سياحيا ملحوظا حيث تغضي الأسر والعوائل أوقات ترفيهية شعبية في أجواء تشعر الزائر كأنه وسط حديقة غناء تصدح بها أصوات الشلالات وتناغم الطبيعة لتتحول بذلك إلى مناطق سياحية مثالية وساحرة اشتركوا في القناة